تحرس مصر واليونان على تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بينهم وفي هذا الإطار واصل البلدان سياستهم الهادفة إلى تعزيز التوافق السياسي المدعوم بالشراكات الاقتصادية في المجالات المختلفة علاقات متميزة قل ما يوجد مثلها دعمها إرث تاريخي مشترك يعود لما قبل الميلاد بنحو 300 عام هذا هو ما يميز العلاقات المصرية اليونانية وقد حرست القيادة السياسية منذ اللحظات الأولى لاستلام زمام الأمور على تدعيم العلاقات بين البلدين حيث تعتبر اليونان مصر بوابة العبور لإفريقيا كما هي لمصر بوابة العبور نحو شرق أوروبا والبلقان وقد بلورت تلك العلاقة مجموعة مكثفة من اللقاءات والقمم على مستوى القادة والمسؤولين على مدار السنوات الأخيرة حيث تم عقد العديد من الاتفاقات والشراكات في كل المجالات وعلى رأسها مجال الطاقة النظيفة والغاز الطبيعي في عام 2014 دشنت آلية التعاون الثلاثي التي ضمت مصر واليونان وقبرص والتي استهدفت مواجهة التحربيات السياسية والاقتصادية محل اهتمام الدول الثلاثة وفي اكتوبر 2018 عقدت على جزيرة كريتا اليونانية قمة ثلاثية جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والقبرصي نيكوس انستياتيس ورئيس الوزراء اليوناني أنتونيوس سامارس تم الاتفاق فيها على إنشاء منتدى غازي شرق المتوسط كما احتضنت مصر واليونان على عديد من المؤتمرات مثل مؤتمر الحضارات القديمة باليونان في إبريل 2017 وشهد القاهرة وأثينة نشأت عدة مبادرات عطت دفعة قوية وطعميقة للعلاقات مثل المبادرة الرئيسية إحياء الجذور التي أطلقها الرئيس السيسي في 2017 وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم لتكون مصر أول دولة تحتفي بالجاليات الأجنبية التي عاشت على أراضيها